تابع الوحدة الخمسة نظام تكاليف المراحل الانتاجية في المحاضرتين السابقتين تناولنا نظام تكاليف المراحل الانتاجية المفهوم ثم تناولنا المشكلة الرئيسية في نظام تكاليف المراحل الانتاجية والآن نتعرف على أنواع المراحل الانتاجية في أول نوع من أنواع المراحل الإنتاجية يطلق عليه المراحل المتتالية في المراحل المتتالية تظهر في الصناعات التي تتطلب تتابع العمليات الصناعية المرحلة تلو الأخرى يبقى تظهر في الصناعات التي تتطلب تتابع العمليات الصناعية المرحلة تلو الأخرى في تتابع وتأخذ الشكل التالي المرحلة الأولى بتبدأ بمدخلات وتنتهي بمخرجات مخرجات المرحلة الأولى تبدأ كمدخلات للمرحلة الثانية حتى تنتهي بمخرجات مخرجات المرحلة الثانية تنتقل إلى مدخلات للمرحلة الثالثة حتى تصنع إلى مخرجات مخرجات المرحلة الثالثة تدخل كمدخلات للمرحلة الرابعة حتى تصنع كمخرجات هاي المراحل في شكل تتابع حتى نصل إلى المرحلة الخامسة لو هي المرحلة الأخيرة الأخيرة مثلا المرحلة الأخيرة بعدها يدخل الانتاج المخازن يدخل الانتاج المخازن النوع الثاني المراحل المتوازية parallel process في المراحل المتوازية تظهر الصناعات التي تتطلب تشغيل مراحل في وقت واحد بشكل موازي بتظهر في الصناعات التي تتطلب تشغيل مراحل في وقت واحد بشكل موازي ثم تتجمع تلك المراحل في مرحلة نهائية وتأخذ الشكل التالي قد يكون المرحلة الأولى والثالثة يعملان معا في نفس التوقيت بشكل موازي كل مرحلة لها مدخلات ولها مخرجات ثالثة برضو لها مدخلات ولها مخرجات المرحلة الأولى تسلم للمرحلة الثانية تكون مخرجات المرحلة الأولى تكون مدخلات للمرحلة الثانية ومخرجات المرحلة الثالثة تكون مدخلات للمرحلة الرابعة بشكل توازي ثم تتجمع مخرجات المرحلة الثانية ومخرجات المرحلة الرابعة وتكون مدخلات للمرحلة الخمسة كمخرج نهائي يدخل لو دي المرحلة الأخيرة مرحلة الأخيرة يبقى الإنتاج حيدخل المخازم الانتاج في الحادي يدخل المخازن مخازن الانتاج التام النوع الثالث اسمه المراحل الاختيارية Selective Process في المراحل الاختيارية دي تظهر في الصناعات التي تتطلب تشغيل مراحل ليست متتبعة بشكل مستمر وليست متوازية تماما مختلفة مختلطة ما بين النوع الاول والنوع الثاني وتأخذ الشكل التالي مدخلات مثلا عند المرحلة الاولى مدخلات تصنعت مخرجات مخرجات الاولى طلعت مدخلات للتانية بصلاحي مثلا ايه قد يكون مخرجات الاولى كما انها دخلت كمدخلات للمرحلة الثانية ممكن جزء من مخرجات الاولى يدخل كمدخلات للمرحلة الثالثة حسب طبيعة العملية الصناعية نفسها لحد ما نخرج مخرجات للمرحلة الثالثة بعد كده قد تكون المرحلة الثانية مخرجاتها تدخل كمدخلات للمرحلة الرابعة يبقى لا فيه تتابع بين المراحل بشكل مستمر ولا فيه توازي ما بين المراحل بشكل تماما وقد تكون مخرجات المرحلة الثالثة تخش كمدخلات للمرحلة الرابعة حتى تتجمع مخرجات التانية ومخرجات الرابعة إلى مدخلات للمرحلة الخامسة ومخرجاتها المرحلة الخامسة لدي المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة نجد أن مخرجاتها في شكل إنتاج تام ستدخل المخازن للمخازن الإنتاج التام